اشتركوا في القناة اما بعد معشر الإخوة والأخوات عنوان هذه الكلمة من معاني صورة الفاتحة بعد أن تحدثنا سابقا عن فضائل هذه الصورة وتحدثنا عن أسمائها وعن بعض الأحكام الفقهية المرتبطة بها كما تناولنا بعض معانيها عند حديثنا في آخر درس عن قول عز وجل بعد عدو الله مشتنى رجيم اسمنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين وقلنا الحمد لله أولا لأنه يستحق الحمد تانيا لأنه أنعم بنعم كثير رب العالمين فهو رب كل شيء ومليكه ومن أجل هذه النعم أنه رحمن رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رحمن رحمته عظيمة رحيم رحمته ممتدة ملك يوم الدين هو سبحانه ملك يوم القيامة يوم الجزاء يوم يقوم الناس لرب العالمين والآن وصلنا إلى قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين فنظرا لكون الله عز وجل منعما ومحمودا وهو رحمن وهو رحيم وهو ملك يوم الدين من أجل كل هذا وغير هذا فإياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد أي نخصك يا ربنا بالعبادة قدم المفعول هنا من أجل التخصيص ومن أجل الحصر معناه نعبدك وحدك لا شريك لك لا نعبد غيرك لأنك عندما تقول إياك أعطيت مثلا إياك أعطيت فمعناه أنك لم تعطي أحدا غير هذا المخاطب أما عندما تقول أعطيتك فمن الممكن أن تكون أعطيت أحدا غيره فقوله تعالى إياك نعبد تخصيص لله سبحانه وتعالى بأن بأن يعبد والعبادة كما نعرف هي الخضوع وهذه العبادة هي مطلوب كل صانع من صنعته لأن الله تعالى خلقنا وأبدعنا فهو يطلب منا أن نعبده ونخضع له وعندما نجد الفعل الماضي عبد فهو يحيل مثلا على على عبد وتجمع على على عبيد وتشمل هذه اللفظة العبد التي تجمع على على عبيد تجمع البرة والفاجرة والفاجرة من الناس قال تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى ولكن بالإضافة إلى عبد يؤخذ من عبد كذلك عابد وتجمع على على عباد ويضيفهم الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة اختيار يقول عز من قائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وإضافتهم إلى الله تعالى إضافة تشريف لأنهم فازوا بكرامة الصلة بالله تعالى وهو الذي ينجيهم ويقيهم إلا عبادك منهم المخلصين ودليل هذا ما قاله رب العزة جل وعلا في آيات المبتدأ بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارد هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام الآيات واترد هذا في القرآن الكريم ولم يشد عن ذلك إلا قوله تعالى كما ذكر فضيلة الإمام الشيخ الشعراوي رحمه الله أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل وعندما نعبد الله سبحانه وتعالى فإننا نمارس تلك العبادة من جل أن تسعدنا ونحن نقوم بذلك اختيارا لأنه لا إكراها لا إكراها في الدين فعندما فعندما تكون عبدا وعابدا لله سبحانه وتعالى فأنت سيد عبادتك عبادتك لله تعالى وخضعك له وقيامك بما طلب منك وتركك لما نهى عنك يجعلك سيدا وصدق الشاعر الحكيم حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد رب هو في قدصه الأعز ولكن أنا ألقى متى وأين أحب ويلفت النظر هنا أننا نقول ونحن نتلو سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين هكذا بنون نون الجمع إياك نعبد إياك نستعين لماذا لا يقول المسلم مثلا وهو يصلي أو يقرأ الفاتحة إياك أعبد إنه حشر نفسه هنا مع كل العباد الصالحين لسبب أولا أنه عندما يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى فهم ثلاثة أصناف الصنف الأول هو الذي قبلت عبادته جملة وتفصيلا لكونها في المستوى المطلوب فهو مقبول والصنف هو وسط بين القبول والرفض نظرا لأنه وفى في جانب وفرط في جانب آخر وهناك الصنف الطالت وهو المرفوض الذي لم يقبل الله منه شيئا والعبد دائما يحتقر نفسه ويتخذ الاحتياطات اللا يكون في المستوى اللائق وبالتالي عندما يقول إياك نعبد فإذا كان من المرفوضين لا قدر الله أو كان على الأقل من المتوسطين فهو يتوسل ويتمنى أن غيره من العباد الصالحين الذين بلغوا مرتبة عالية وسامية في الخضوع الله سبحانه وتعالى يشفعون فيه كما ورد في الحديث المعروف لديكم عندما ينزل ملائكة الله إلى الأرض فيجدون الناس يعبدون الله تعالى فيسألونهم ماذا يطلبون فيقولون الجنة ومما يتعودون فيقول الملائكة من النار إلى أن قرر الحديث بأن الملائكة قالوا يا ربنا إن معهم فلانا لم يأتي إنما كان جالسا معهم فقال رب العزة جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فيكون الإنسان ضمن هذه الزمرة الطيبة المحمودة إياك قادر على أن أن يعيننا إذا طلبنا ذلك وإياك نستعين أي نطلب منك المعونة يا ربنا وذلك بعد أن نستنفيد الأسباب لأنه لا بد من أن تقوم بما هو مطلوب منك فإذا عجزت تطلب الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يوفقك فيما عجزت عنه وذلك قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه فالله تعالى يجيب المضطرين الذين خضعوا لله سبحانه وتعالى وقاموا بالأسباب وعجزوا عما عدا ذلك فهم مضطرون محتاجون إلى ربهم فيعينهم فعندما تكون مضطرا فالله جل وعلا لن يتركك ولن يتخلى عنك وللحديث بقية إن شاء الله أقول لذي سمعت ما استغفر الله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين